أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء في هذه الليلة تجتمعون لإقامة تأبين لشخصية دينية إسلامية اجتماعية آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشرازي رضوان الله تعالى عليه إن إقامة تأبين يكون طريقا لإستمرار الخط الديني والفكري والعمل الذي أرساه المرجع الراحل رضوان الله تعالى عليه إنه من الواضح أن الأمور فيها صعود وهبوط ولكن المهم أن الإنسان يلزم عليه أن لا يصاب بالإحباط في فترات الانتكاسات ولا يبطر ولا يبطر في فترات الانتصارات فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الدنيا يوما يوم لك ويوم عليك فإذا كانت لك فلا تبطر وإذا كانت عليك فاصبر كما نشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله في فترة تبليغه والأيم عليهم الصلاة والسلام بعض الفترات كانت فترات انتصارات كما حدث في غزوة بدر وبعض الفترات كانت فترات انتكاسات كما حدث في غزوة أحد وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أيضا حدثت انتكاسات كبيرة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هناك حديث شريف أنه بعد استشهاد الإمام الحسين ارتد جميع الناس إلا ثلاثة يعني فقط ثلاثة بقوا أوفياء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أبو خالد الكابولي ويحياء بن أم الطبيب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وفي بعض الأحاديث إضافة شخصية رابعة على كل حال لكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يعيقهم عن العمل ولا كان يسبب إحباطهم هذه الانتكاسات وإنما كانوا يستمرون وإنما كانوا يستمرون على المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى بالإمكانات المتاحة يعني تارة الإنسان له إمكانات دولة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وأحيانا لا يكون له حتى إمكانات معارضة بسيطة لكن مع ذلك ما يتمكن الإنسان من عمله عليه أن يعمله مثلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خلال 25 عاما كان مشغولا بشق العيون وغرس النخيل وإعمار الأراضي وكذلك تربية جيل هذا الشيء قليلا ما يذكر هذا الجيل الذي ثار وبعد ذلك بايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقاتل معه في معركة الجمل ومعركة صفين والنهروان والتحق أيضا كثير من الناس بهذا الجيل لكن هذا الجيل الذي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رباه في هذه الفترة فنحن أيضا يجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وبأمير المؤمنين وبالأم عليه الصلاة والسلام في فترة في فترة الانتصارات نكثف من عملنا وإذا رأينا بعض مشاريعنا نجحت لا نصاب بالغرور وإنما نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه إيانا بذلك وإذا أصبنا بانتكاسة فكذلك يلزم أن لا نجزع وأن نصبر وأن نستمر على النهج الذي نعتقد به بالإمكانات المتاحة لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن الجميع وأيضا قال إن العاقبة للمتقين لا أريد أن أطيل عليكم وإنما أريد أن أختصر فهنا أذكر بعض النقاط بشكل مقتضب وموجز من برنامج عمل المرجع الراحل وشاهدتموه أو شاهده أكثركم وكان مساهما فيه وينبغي أن نستمر عليه أولا المسألة الدينية بمعنى تقوية إيمان الناس مع الاستفادة عن أحدث الوسائل المتاحة لأنه لا ينتشر الدين إلا بالوسائل التي ينتشر بها الباطل يعني الباطل إذا ينتشر عبر وسائل الإعلام وسائل التواصل عبر الكتاب عبر المجلة عبر التلفزيون عبر الراديو عبر المحاضرات كذلك الحق ينتشر عبر هذه الوسائل فالأمر الأول الذي واصل المرجع الراحل عمله فيه من أول حياته إلى آخر لحظة هو تقوية إيمان الناس وخاصة نحن نعيش في حجمة ضد الدين وفشل كثير من الذين يدعون التدين والنجاح المادي للغرب المادي ولمن يدور في فلكه فهذه أولوية في حفظ دين الناس وإرجاع الناس إلى الدين وخاصة الجيل الشاب وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عليكم بالأحداث الأحداث يعني الشباب المراهقون قبل أن يسبقكم إليهم المرجعة المرجعة فريق من فرق العامة ولهم عقيدة خاصة مذكورة في كتب العقائد هؤلاء يعتقدون بإرجاء العمل عن الإيمان يعني أنت كون مؤمن بالله وباليوم الآخر وبالرسول ولا يهم ما عملت من معاصي فبهذه الطريقة كانوا يخدعون الأحداث الإمام الصادق يقول عليكم بهم يعني بالأحداث قبل أن يخدعهم المرجعة هذا أولا وثانيا خدمة الناس وقضاء حوائجهم فإنها من أفضل القربات سواء حوائج دينية أو حوائج دناوية عبر تأسيس المشاريع الدينية والمشاريع الخدمية فإغاثة الملهوفين وقضاء حوائج المؤمنين بمختلف السبل والوسائل الإنسان إذا له ثروة يساهم عبر ثروته والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إذا لا يمتلك ثروة لكن له لسان هذا اللسان مؤثر يذهب ويتكلم مع الناس إذا يمكن أن يساهم بطريقة عملية بطريقة تعريفية بأي طريقة من الطرق وهذا الأمر الذي أيضا واصله المرجع الراحل إلى نهاية حياته وكلكم تعلمون أو أغلبكم يعلم قصصا في هذا المجال ثالثا نشر الثقافة لأنه من مشاكلنا الضعف الوعي في كثير من المسلمين والثقافة الأخرى هذه تضخ عبر الأفلام المسلسلات القصص الكتب الكتب المدرسية وما إلى ذلك فنحن يجب علينا أن نساهم في نشر الثقافة عبر الكتب بالتأليف بالطباعة بالتوزيع النشرات المحاضرات المجالس وما إلى ذلك ونقطة أخيرة أذكرها وقد ذكرتها في أول الكلام لكن أكررها لأهميتها عدم اليأس في أحلك الظروف المرجع المرجع الراحل رضوان الله تعالى عليه في كربلاء أسس مشاريع كثيرة لكن الظروف السياسية سببت أن المرجع يضطر لأن يهاجر من كربلاء وبعد هجرته السلطة الحاكمة حزب البعث هؤلاء صادروا جميع هذه المشاريع وأغلقوا جميع هذه المشاريع يعني مشاريع سنوات طوال بجهود بأتعاب أسست بقرار إداري واحد من حزب البعث ثم إغلاقها جميعا المرجع الراحل لم ييأس وإنما حينما قيل له إن المؤسسات صودرت قال نبدأ من جديد فحينما حط في الكويت أسس مشاريع كثيرة وشوق الناس لتأسيس مشاريع كثيرة ثم لما هاجر إلى مدينة قم أيضا بدأ من الصفر وهذه مرحلة أنا شاهدتها أيضا مرحلة الكويت أنتم لعلكم تتذكرونها أو بعضكم يتذكرها في قم أيضا بدأ من الصفر وتم تأسيس عشرات المشاريع وتأثيراتها كثيرة وكبيرة والقصص في هذا المجال كثيرة لا أريد أن أطيل عليكم لكن إذا الإنسان شاهد ارتداد البعض عن فكر المرجع الراحل في الأسلوب في العمل في الكلام في الأولويات يلزم أن لا ييأس حتى إذا كان الضرر كبيرا لأن الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان في جميع هذه الحالات والإنسان يؤدي ما عليه إذا حصلت النتيجة المرجوة فبها ونعمة وإذا لم تحصل النتيجة المرجوة يكون الإنسان قد أبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى فإذن ينبغي علينا أن نواصل العمل والنشاط ولا يضرنا إذا كان هناك بعض الانتكاسات وإن الله لمع المتقين ونشكركم جميعا على حضوركم وعلى اهتمامكم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ونبينا